ازايكم وازاي عيالكم في الفصل التاني من الكتاب بيتر بيخرج من المستشفى بس كل حاجة حاوليه بتتغير ما بيبقاش عارف يتكيف مع حالته الجديدة بيبقى عصب قوي ومتوتر بنعرف شوية عن تاريخ بيتر ومنين جاء اسم هوركوس وبطبيعة الحال بيبتدي يتعرض لمواقف كتير سخرية ومقاومة من الناس لانه شخص ومش طبيعي وموقف التاني بيبقى مشهور لدرجة انه بيبتدي قابل الملوك والامراء وفي سنة 1950 بيحصل حدث في بريطانيا انجلترا يعتبر نقطة تحول في حياة هوركوس يلا نسمع لعنة أم مصدر شهرة ورزق تصور انك تعيش حياة يومية عادية ثم تستيقظ ذات يوم لتجد تغييرا مخيفا ترأى على عقلك كلما مددت يدك الى شيء او لامست شخصا تتضفق على عقلك عشرات الصور والاصوات التي تتصل بكيان ذلك الشيء او ذلك الشخص خاصة اذا لم يكن بامكانك ان توقف ذلك الفيضة من الصور والاصوات تصور انك لا تكاد تلتقي بشخص ما حتى تجد الكلمات تندفع من شفتيك رغم انفك لتعرض ادقى اسرار ذلك الشخص والتي لا يعرفها احد غيره لو ان الانسان ولد بهذه المقدرة او انها نمت داخله بشكل تدريجي لكان من الممكن احتمالها والتعاود عليها اما ان تحدث هكذا فجأة فهذه هي المحنة التي واجهها بيتر هوركوس اخيرا سمح لبيتر ان يغادر المستشفى خرج منها ليجد الامور في بيته قد اخذ التسير من سيء الى اسوأ كل شيء من حوله قد تغير او لعل كل شيء داخل بيتر قد تغير لم يعد يطيق ضوضاء الاطفال او توترات المشاكل العائلية او فضول الاصدقاء اصبح لا يرغب في رؤية احد كان لا يزال يخشل انفراد بما يريد على عقله في الظلام فينام ونور الحجرة مضاء امضى الليالي الطويلة يذرع حجرة نومه او يبقى حتى الفجر جالسا فوق سريره ثم يهب فجأة ناخضا يرتدي ملابسه وينضي خارج البيت متجولا على قدميه لساعات طويلة يقطع شوارع المدينة المهجورة ذات ليلة اخذ يسير بلا هدف في شوارع المدينة وعندما اصابه الاجهاد وجد نفسه بالقرب من المدافن فقرر ان يبحث عن مكان هادئ يستريح فيه فالموتى اخيرا موتى لا يتكلمون او يتسببون في اي ازعاج جلس على مقعد حجري بالقرب من شاهد قبر كتب عليه وليام اندريكس انه ما زال حتى اليوم يذكر ذلك الاسم بينما هو يتأمل حجر الشاهد على ضوء القمر الخافت شملته رعدة مفاجئة من الخوف الذي استولى عليه ما الذي جاء به الى هذه المدافن عند منتصف الليل ماذا لو اقبل احد الاشخاص واكتشف وجوده في هذا الوضع ثم حدث ما هو اكثر افزاعا سمع صرخة امرأة تطلع حوله لم يرى احدا او شيئا غريبا نهض من مكانه وسعى بين القبور في خطوات حذرة مختلسة متتبعا صوت ذلك البكاء المكتوم الذي يصدر عن امرأة حزينة امتدت خطواته هنا وهناك حتى رأى شاهد قبر من القبور وقد حضرت عليه صورة رجل وبجوار الشاهد كانت هناك وردة حمراء وحيدة تبدو ناضرة للغاية كما لو انها قطفت لتويها انحن بيتر لالتقاط الوردة فسمع صوت السيدة الحزينة خافتا في بداية الامر ثم قويا واضحا وهي تقول عزيزي لماذا كان عليك ان تتركني هكذا لقد احببتك اسقط بيتر الوردة ورح يعد ويعد وقد شعر بفيض من الاصوات يصدر من جميع القبور يلاحقه بإلحاح وقد كاد رأسه ينفجر من تزاحم الاصوات في رأسه ظل يعد حتى وصل الى بيته فاغلق على نفسه باب حجرته واخذ يضرب رأسه في الحائط لكن فيض الاصوات بقي متدفقا داخل رأسه عندما اشرقت شمس اليوم التالي واستيقظت المدينة تسلل من بيته وسار مندفعا حتى وصل الى مكتب دكتور بيترز وهو يصيح دكتور ما هذا الخلل الذي اصاب عقلي هل سأصاب بالجنون ألا يمكن وقف هذه الاصوات والصور التي تضغط على عقلي إنني محتاج إلى معونتك يا سيد الطبيب أرجوك أنقذني لقد أعطاه الطبيب حقنة لتهدئة أعصابه وحاول بالكلمات أن يهدئ من ثورته قائلا لا تنزعج يا بيتر فهذا الذي تشكو منه ربما يكون عندنا جميعا ولكن بدرجة محدودة وإن هذا الذي لدى الناس جميعا بشكل محدود مأمون قد تطور في حالتك بشكل متزايد ومن الواضح أن هذا قد جاء نتيجة للحادث الذي وقع لك هناك الكثير من الأمور التي لا نعرفها حتى الآن عن طاقات وقدرات العقل البشري ومن المحتمن أن تكون إصابتك قد خربت بعض وظائف المخ وفي نفس الوقت نشطت وظائف أخرى على الأقل بشكل مؤقت وقد تنتهي هذه الحالة عندما تستريح تماما وتتخلص من آثار ما أصابك سأل بيتر متلحفا هل تعتقد أن ما أصابني يمكن أن يتوقف؟ أجاب الطبيب بتحفظ لا لم أقصد إلى هذا بالضبط لا أستطيع أن أضمن لك انتهاء ما يجري لكن من ناحية أخرى لا أستطيع أن أجزم باستمراره إننا ببساطة لا نعرف وخلال الاحتلال النازي لهولندا كان الألمان يشحنون كل الرجال القادرين إلى معسكرات العمل الإجباري لحساب الرايخ الثالث وكان بيتر ضمن الذين تم القبض عليهم لترحيلهم لكنه هرب في الطريق وعاد إلى مواطنيه ليشاركهم في حركة المقاومة السرية الهولندية وفي ذلك الوقت بالذات اتخذ بيتر كورنيليس دير هورك لنفسه الاسم الحركي بيتر هوركوس علما بأن اسم هوركوس يعتبر من الأسماء المجرية وليس الهولندية أثناء عمله في المقاومة السرية كان بيتر يتصدى لأي عمل يكلف به كان يتحمس لأكثر العمليات خطورة التفجيرات وتوزيع القنابل الموقوطة قام بتفجير الكثير من الكبار وخطوط السكك الحديدية التي يستخدمها العدو النازي والتي كانوا يعتمدون عليها في نقل الأسر الهولنديين إلى ألمانيا وشحن إمدادات الطعام إلى ألمانيا كان يقبل على عمله بكل حماز رغم ما كان يلقاه من مخاطر ولعله في أعماق نفسه كان يسعى إلى أن يموت أثناء ذلك متخلصا مما يعانيه كان بيتر يعتمد على موهبته أو قدرته الخارقة في قيامه بالعمليات الخطيرة رام أنه يردد دائما أنه لا يستطيع تسخير موهبته لخدمة مصالحه الشخصية وله في ذلك قول مأثور أنا لا أستطيع أن أصل إلى مكان حذائي عندما أبحث عنه ومع هذا فقد كان خلال عمله بالمقاومة السرية ينجح في اختيار أنسب الأماكن وأنسب الأوقات للقيام بعملياته وعندما جرع اعتقاله لم يكن متهما بالمشاركة في حركة المقاومة السرية بل كانت تهمته أنه قطع بعض الأشجار لكي تستخدمها أسرته في التدفئة خلال فصل الشتاء القارس البارد بعد أن انتهى استجواب النازي بكل قسوته المعروفة أوفد إلى معسكري فوت واحد من أسوأ معسكرات العمل الألمانية المقامة في هولندا عندما انتهت الحرب دعي بيتر ضمن رجال المقاومة السرية للمثول بين يدي الملكة جوليانا بالقصر الملكي حيث جرى تكريمه وقد حصل بيتر على ميدالية ذهبية وظهرت صورته في صحف اليوم التالي كبطل من أبطال المقاومة بعدها توقف ليسأل نفسه ماذا سيفعل بحياته؟ انتهى به الأمر للعمل بأحد المقاهي بضع ساعات كل يوم يجلس هناك فيتقدم إليه رواد المقهى بأشياء ليقول ما يرى فيها أو يسألونه عن بعض الشؤون التي تشغل بالهم وكان يتقاض منهم من النقود ما يعيش به وكان في ذلك الوقت قد افترق عن زوجته به ذات يوم استيقظ في الثالثة فجراً على جرس باب بيته وصيحات امرأة ملهوفة تنادي سيد هوركوس سيد هوركوس أرجوك ساعدني لقد اختفى زوجي وعندما جلس معها واستفسر منها عن تفاصيل قصتها عرف أنها لجأت إلى الشرطة التي لم تنجح في العثور عليه وعرضت على هوركوس أي مبلغ من المال يطلبه إذا هو استطاع تحديد المكان الذي يختفي فيه زوجها قال لها بيتر إنه لا يستطيع أن يساعدها قبل الحصول على شيء من متعلقات الزوج معطفه ساعته أي شيء كان يستعمله فانصرفت الزوجة مسرعة وعادت بعد قليل تحمل معطف زوجها على يدها لمس بيتر المعطف وأخذ يتحسسه ثم قال ماذا حدث لكرة القدم إنني أرى كرة قدم وزيا عسكريا صاحت المرأة تماما تماما لقد كان زوجها لعب كرة قدم معروف وهو يعمل حاليا في الجيش كانت المرأة لا تتوقف عن الصراخ مطالبة باستعادة زوجها وحاول بيتر أن يعيد الهدوء إلى نفسها أثناء ذلك كان يتحسس المعطف فتدفق الكلام من فمه رغما عنه لقد قالت لك الشرطة ألا تقلقي على زوجك وأنه ربما يكون مع بعض أصدقائه لكن يا سيدتي آسف إذ أقول لك إن زوجك قد سقط في فخ بالجليد أراد أن يسلك طريقا مختصرا عبر الغابة بدلا من الطريق المعتاد وأراه يسير متجه الناحية الضاحية توقف نعم إنه يفكر أي الطرق يسلك لقد قرر أن يسلك الطريق المختصرا عبر الغابة رحى بيتر يتدفق في حديثه قائلا بينما هو يسير يتعثر ثم يسقط في حفرة لا إنه فخ دبابات وهو مملوء بالماء إنه يتجمد حتى الموت في ذلك الماء آسف يا سيدتي لقد توفي يا زوجك أنا آسف ها هو سأرسم رسما تخطيطيا يساعد في العثور على جثته اذهبي وأخبر الشرطة أريه من رسم نظرت إليه المرأة المصدومة ثم واصلت البكاء الهستيري حتى أنهكت فانصرفت ضحك رجال الشرطة طويلا عندما سمعوا ما نقلته عن بيتر هوركوس وعندما عرضت عليهم الرسم لكنها صممت على أن يتحركوا معها إلى حيث أشار هوركوس أخيرا استجابوا لطلبها لكنهم لم يعثروا على شيء وقال لها الضابط مغطاضا كنت أعرف هذا طوال الوقت بيتر هوركوس هذا نصاب في اليوم التالي عادت المرأة إلى بيتر وألحت عليه في الذهاب معها إلى مركز الشرطة وهذه المرة نتيجة لإلحاح بيتر تحرك معهما ضابط وثلاثة جنود واهتدوا بالخريطة التي كان بيتر قد رسمها في الطريق إلى المكان وعثروا على قبعة الزوج بين الأشجار ثم قلمه وبعد سبعة أيام من الحفر والتنقيب عثروا على الجثة لقد أثبت التشريح الطبي للزوج المتوفي أنه كان يعاني نوعا من الشلل وأن هذا المرض دفعه إلى اليأس الشديد فقد أدرك أن المرض سيمنعه من العودة مرة ثانية إلى ملاعب كرة القدم ولذا فقد بدأ يفرط في شرب الخمر لقد شرب يومها مع بعض الأصدقاء في أحد المشارب ثم عاد بمفرده في وقت متأخر من الليل وبالفعل سلك طريق الغابة المختصر كما قال هوركوس من قبل وأثناء ذلك سقط في شرك الدبابات المنصوب والمغطى بالجليد لقد جرت الواقعة بالتحديد كما رآها هوركوس بحسته السادسة الخارقة بمجرد أن تحسس معطف الرجل هكذا انتشر سيط بيتر هوركوس وشاع بين مواطنيه وتحدثت عنه الناس ووسائل الإعلام باعتباره صاحب العين الرادارية والمخ المزود بالأشعات السينية وبعدها أصبح مطلوبا في أنحاء أوروبا للمساعدة في العثور على الأشخاص المفقودين وفي كشف الجرائم الغامضة ولإلقاء المحاضرات أو تقديم عروض يكشف فيها عن مقدرته أو لإزداء النصائح الخاصة لبعض الأفراد ولجال الأعمال أغلب الرؤى صدقا هي تلك التي كانت تهبط عليه فجأة دون تدبير سابق ذات مرة على سبيل المثال قال فجأة لصديقين كان في زياراتهما مزرعة قريبة من هذا المكان ستحترق هذه الليلة اسم المزارع صاحب المزرعة يانسن ومزرعته تقع على القناة الصغيرة سيحدث هذا في الساعة التاسعة كان الوقت يقترب من التاسعة فركب الثلاثة سيارة وانطلقوا بها مسرعين في اتجاه القناة يستفسرون عن مكان مزرعة يانسن لكنهم ما إن اقتربوا من المكان حتى رأوا ألسنة اللهب تتصاعد من المزرعة عندما انتهى رجال الإطفاء من إخماد الحريق طلب رجال الشرطة من بيتر أن يساعدهم في كشف لغز الحرائق الغامضة المتتابعة التي كانت تشب في أنحاء المنطقة وأعطوا بيتر قفلا من أقفال الحضيرة التي بدأ عندها الحريق طلب بيتر من رجال الشرطة أن يمدوه بصور فوتوغرافية لكل من يسكن قريبا من هذه المنطقة أي صور؟ صور تحقيق شخصية أو صور مدرسية أو أي صور جماعية عامة في اليوم التالي جلس بيتر هوركوس أمام كوم الصور الفوتوغرافية يتناولها مقلوبة ثم يمرر القفلة المحروقة عليها وقد غريق في حالة من التركيز الشديد بينما تصبب العرق من فوق وجهه إلى أن قال أخيراً وهو يرفع إحدى الصور بين أصابعه هذا هو الشخص المطلوب لم يظهر الاقتناع على رجال الشرطة وقال أحدهم لبيتر هذا الصبي من أفضل وألمع الصبية في هذه الجيرة ووالده من أغنى رجال المنطقة وأكثرهم احتراماً لكن بيتر أصر على رأيه قائلاً اقبضوا على هذا الصبي فلا تحدث أي حرائق بعد ذلك إني أعدكم بهذا رضخ رجال الشرطة لنصيحته مكرهين وعندما استجوابوا الصبي أنكر في أول الأمر ثم اعترف بكل الحرائق التي كان قد أشعلها كيف استطاع بيتر هوركوس أن يكتشف أمر الحريق؟ كيف استطاع أن يستدل على الصبي من بين أكوام الصور الفوتوغرافية؟ بينما كان بيتر يقضي ساعات عمله في المقهى الذي كان يقرأ فيه للروادي طوالعهم أو يدلي باستشارته التي يطلبونها عضرت امرأة وطلبت منه أن يساعدها في العثور على مخطوط ضائع فقل لها وهو يجلس في مكانه أن تمضي إلى بيتها وتبحث عن المخطوط خلف الأدراج بمكتب زوجها وليس داخل الأدراج كما فعلت هي وزوجها وشرح لها بيتر أن المخطوط المطلوب عشر بين درجين وسقط خلف الأدراج عندما عادت الزوجة إلى بيتها وجدت المخطوط الضائعة حيث أشار بيتر بالضبط هذه واحدة من ألاف الوقائع الصغيرة التي لها دلالاتها والتي أكسبت بيتر هوركوس صيطه الذاء في هذه الواقعة بالذات عندما انتحت المرأة بحقيبتها جانبا لتخرج منها بعض النقود تعطيها لبيتر كأجر عن الاستشارة قال لها بيتر وهو يجلس في مكانه أرجوك يا سيدتي أنت في حاجة إلى نقودك لكن إذا أمكن أفضل قطعة الشوكولاتة التي بداخل حقبتك إلى جوار النقود كادت عينا السيدة تخرجان من محجريهما دهشة فحقبتها كانت بعيدة عن نظر بيتر لقد أحست أن بيتر يرى خلال الأشياء أعطته قطعة الشوكولاتة وانصرفت شاكرة ويقول بيتر عن ذلك كنت حين ذاك أحتاج إلى قطعة الشوكولاتة أكثر من النقود فنتيجة لظروف الحرب وما بعدها كان من الصعب العثور على قطعة حلوى وإذا وجدت فقد كانت أسعارها مرتفعة جدا وكنت رغبا في أن أقدم قطعة الحلوى هذه لأولادي سفر بيتر من هولندا إلى بلجيكا ثم إلى باريس ثم أوفد إلى إسبانيا على نفقة رجل أعمال بلجيكي لكشف غوام ضواصية فقدت بعض مستندتها وبينما هو في مدريد يشاهد عرضا لمصارعة الثيران التي لم يكن قد شاهدها من قبل مرت بعقله رؤية خاصة قوية أبقار وحيوانات أخرى وبشر كثير يغرقون لم يفهم في ذلك الوقت سر هذه الرؤية الملحة لكن بعد ذلك بيومين تساقطت الأمطار بغزارة غير عادية في هولندا وتدافعت السيول فحطمت الجسور وغارق آلاف الناس والماشية بينما هو في مدريد طلق بيتر مكالمة من السفارة الهولندية يطلبون منه تقديم عرض خيري لصالح ضحايا السيل في بلاده وافق بيتر وجرى تنظيم الحفل الخيري بشكل طيب وبلغت قيمة التفكرة الواحدة 25 دولار كان جمهور الحفل من أهم الشخصيات السياسية والاجتماعية في أسبانيا بالإضافة إلى أكبر مصارعي الثيران الإسبان وقدم بيتر ليلتها عرضا ناجحا أثار اهتمام كل الموجودين لكنه لم يكن يعلم أن من بين جمهور ذلك الحفل السينيورة فرانكو زوجة الجنرال فرانكو في اليوم التالي تلقى بيتر مكالمة من سكرتارية الجنرال فرانكو تفيد أن الجنرال فرانكو يطلب منه تقديم عرض لقدراته في القصر تردد بيتر قليلا ثم أجاب بأنه سيتصل ثانية بعد نصف ساعة ويغطرهم بقراره بعد أن يفكر في الأمر أرد بيتر قبل أن يعطي موافقته أن يعرف موقف سفارة هولندا ومدى تحموسها لأن يقوم بزيارة لقصر الجنرال الفاشستي أذا بالإضافة إلى أن دعوة فرانكو انصبت عليه ولم تتضمن زوجته التي كان قد اقترن بها بعد انفصاله عن زوجته السابقة لم تبدي السفارة الهولندية أن يتحفظ فطلب سكرتارية الجنرال فرانكو وسأل إذا ما كانت الدعوة تتضمن زوجته فأجابت السكرتارية بأدب ولبقة دبلوماسية أن دعوته تعني دعوة الزوجة آليا عند وصول بيتر وزوجته إلى قصر الجنرال فرانكو قام بتفتيشهما بحثا عن أسلحة جنديان يرتدي كل منهما قبعة عالية وحرملا حمراء ثم جرى اقتيادهما إلى حجرة واسعة فاخرة مزخرفة حيث كان في انتظارهما أكثر من سبعين شخصا كان من بينهم وزير الدفاع وعدد من الأطباء أحدهم الطبيب الخاص بفرانكو دكتور بلانكو سوليرو ويتصدر الجميع الجنرال فرانكو وزوجته لقد أدهشهم بيتر بالقراءات التي قام بها حول الأشياء التي قدموها له أحد الأطباء أعطاه رقعة من المطاط يبدو أنها من الإطار الداخلي لسيارة قال بيتر بعد أن تحسس قطعة المطاط في يده لبعض الوقت لقد انفجر إطار سيارتك وكان انفجار إطار السيارة سببا في إنقاذ حياتك لقد كان ذلك أيام الثورة وقد هربت بسيارتك إلى فالانسيا لكن إطار السيارة انفجر في الطريق فلم تتمكن من الوصول إلى فالانسيا وكان ذلك من حسن طالعك لو لم يحدث ذلك ووصلت إلى فالانسيا كما كنت تنوي لانتظرت الموت هناك على يد الثوار الذين كانوا قد استولوا عليها لقد بقيت بعد ذلك في بيت ريفي أليس كذلك؟ ظهرت الصدمة على الجميع فقد كان كل ما قاله بيتر حول هذه الواقعة وغيرها من الوقائع صحيحا مئة بالمئة غير أن فرانكو بوجهه الحديدي لم تظهر عليه أي تعبيرات غير عادية طوال ساعات العرض بعد أن انتهى العرض انفصل الرجال عن النساء كعادة الإسباني في لقاءاتهم وجاء أحد الحراس وأسر إلى بيتر أن الجنرال فرانكو يريد أن يراه على انفراد يحكي بيتر عن ذلك اللقاء فيقول قادني الحرس إلى حجرة مكتب فخمة ووجدت الجنرال فرانكو في انتظاري تقدم عدة خطوات وصافحني ثم قال أشكرك شكرا جزيلا وأعطاني مفتاحا وسألني ماذا أرى؟ أمسكت بالمفتاح في يدي وقلت له أنت تعتقد أن شيئا سرق منك والأمر ليس كذلك لقد أخذ هذا الشيء وزير دفاعك بالصدفة وعلى سبيل الخطأ سيعود إليك هذا الشيء الضائع خلال 24 ساعة كان ذلك مفتاح دولاب المستندات بمكتب فرانكو وقد اكتشف في ذلك اليوم اختفاء بعض المستندات الهامة منه وبالفعل كان وزير الدفاع قد أخذ من الدولاب ضمن ما أخذ الأوراق الناقصة بطريق الخطأ وأعادها فعلا في اليوم التالي في يوم الكريسمس عام 1950 تناقلت وكالات الأنباء خبرا يقول إن الحجر الكريم المعروف باسم سكون قد اختفى وكان ذلك الحجر الكريم قد حصلت عليه إنجلترا من اسكتلندا منذ 664 سنة وقد سرق ذلك الحجر الكريم من مكانه أسفل كرسي التتويج في كنيسة وستمينستر قبل تتويج إليزابيث كان بيتر وقتها في مدينة دوروشت الهولندية ينضي عطلة مع والديه ومع زوجته السابقة وأبنائه منها وكان حريصا على متابعة أخبار تلك السرقة وتفاصيل الجهود التي تبذل للكشف عنها يوما بعد يوم وقد قيل وقتها إن سكتلنديارد تجرف نهر التيمز بحثا عن الحجر الكريم المفقود وجاء في خبر آخر أن رجال الشرطة الإنجليز يمشطون شوارع لندن وحواريها في بحثهم عن الحجر المسروق وقد توالت التبلغات من أشخاص يظنون أن لديهم معلومات مفيدة عن السرقة وقد دأب أصدقاء بيتر ومئات المعارف الذين وصل إلى علمهم خبر قدراته العقلية الفائقة دأبوا على حثه على السفر إلى إنجلترا والمشاركة في البحث عن الجوهرة المفقودة كانت استجابته الأولى لم يسألني أحد من رجال سكتلنديارد أن أمد يد المعونة كذلك لم يصلني ما يفيد ذلك من أفراد الشعب البريطاني وأنا لا أتدخل في قضية لم يسألني أصحابها التدخل فيها لكن القطابات أخذت تتضفق عليه من المواطنين الإنجليز بالرغم من أنه لم يكن قد زار إنجلترا قبل ذلك كانت جوهرة سكون تزين تاج ملوك سكتلندا وقد استولى عليها الملك إدوارد الأول من سكتلندا ونقلها إلى كنيسة وستمينستر حيث وضعت أسفل كرسي التتويج منذ ذلك التاريخ جرى تتويج كل ملوك وملكات بريطانيا في وجودها ومع متابعة بيتر لأخبار البحث عن الحجر الكريم بدأ اهتمامه بالموضوع يتزايد يوما بعد يوم وقويت لديه الرغبة في المبادرة بالسفر إلى لندن في ذلك الوقت نقل إليه أحد الأصدقاء قبر جمع بعض الإنجليزي للمساهمات التي تكفي لتمويل حضور بيتر إلى لندن للمساهمة في كشف ألغاز هذه القضية الغامضة التي فشلت الشرطة في الوصول إلى أسرارها فقرر أن يبادر في السفر على نفقته ودون انتظار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر